المدارس مع دخول المدارس بالتأكيد أولياء الأمور والطلبة في نفس الوقت اللي اتنين كل واحد بيبقى له ايه شوية تحفوظات لسه كنت بقول درتيك كريمة نفيش يا جماعة عمر المدارس بحتى بقى حلوة يعني سواء لأولياء الأمور ولا للطلبة أولياء الأمور بندخل بقى في كم من الالتزامات الكبرى والصحيان بدري والنهاية الأم تفكر طب حأكل ولادي ايه طب حعمل بيوم ايه طب نذاكر امتى ونذاكرش امتى ده على مستوى أولياء الأمور ونروح للطلبة كتير من الطلبة بيبقى عودة مرة تانية وشايفين موضوع صحيان بدري ده موضوع يا سياتر يا رب وابقاعد في حصة وكمان الأكتر بقى اللي بينتقل من مرحلة لمرحلة ده اللي بيبقى صعب جدا جدا إزاي أأهل الأطفال إن هما يروحوا المدارس إن هما يلقوها حاجة لطيفة إن هما تبقى محببة إليهم ده اللي حنتكلم فيه سواء على مستوى بقى أولياء الأمور أو على مستوى الطلبة زي موسم دخول لمدارس موسم لطيف من الآخر بتشرفنا في الستوديو الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في كلية الأداب جماعة بنها أهلا بحضرتك وصباح الخير يا دكتور أهلا بحضرتك وصباح الخير على حضرتك وعلى أمستر وكلها والسؤال بشكل عام هل ممكن المدرسة تبقى حاجة حلوة ولطيفة ومحببة على المستويين أو يالأمور والأطفال؟ ممكن نخليها كده؟ أه ممكن نخليها كده أهلا سوفي حضرتك أولا إحنا دايما نقول على مرحلة الابتدائي مرحلة التعليم النظامي يعني النظامي يعني بنعود الطفل على نظام حياة لأن هي بداية تعوده على سيستم حياة بيسحى إمتى بينام إمتى بيمنع نفسه عن الأكل فترات معينة بيبقى فيه وقت للأكل بيبقى فيه وقت ده تدريب على نظام الحياة اللي بيبتدي معاه لحد بعد كده العمر كله بيتحكوا علينا يقولك هتخلص مدرسة وهترتاح تدخل الجامعة يقولك خلص الجامعة وإيه ده للعمر كله بيتدخل الشغل وترتاح آه بالضبط أقول ده الحاجة للعمر كله هو فعلا تدريب للعمر كله بالضبط فهي بنقول عليها مرحلة الإعداد النظامي في الحياة هنا بقى دور الأب والأم ومهمة قوي إن إحنا ما نحسسش الطفل إن المدرسة عقاب يعني إيه؟ يعني نحاول إن إحنا نحببه في المدرسة نحاول إن إحنا نحببه في نظام المدرسة لو في مشكلة لازم ندور نعرف إيه سبب المشكلة لأنه في طفل بيكره المدرسة عشان ما بيحبش أطفال معينين داخل المدرسة في طفل بيكره المدرسة عشان المدرسة بتتعامل بطريقة حدة شوية معايا في طفل بيكره المدرسة عشان في البيت مدلل أكتر من اللازم وفي المدرسة ما بيلاقيش هذا التدليل فهنا بنقول للأب والأم لازم نبقى فاهمين الطفل لازم نعرف إيه اللي بيحبه أعرف إزاي يعني إبني ما بيحبش يروح المدرسة أعرف إزاي هو أنهي نوع من دول هو عدم تدليل لازم أتكلم معين ولازم أتكلم مع الأخصائي النفسي أو الاجتماعي في المدرسة يعني هي سلاسية ما بين الأب والأم العيلة وما بين الأخصائي النفسي والاجتماعي وما بين إدارة المدرسة في إطار الإدارة العامة والمدرس كل دول سلاسية أو مسلس لازم يشتغلوا مع بعض على أنه الطفل تبقى فترة المدرسة أولا فترة مفيدة جدا بالنسبة له وفي نفس الوقت ممتعة ومريحة بمعنى أن كل واحد بيلحظ حاجة بينقلها للتاني كل واحد بيستوعب من التاني في الآخر بنبقى كلنا بنتحرك لمصلحة هذا الطفل طيب ولدنا أجازة طويلة بيناموا براحتهم وبشحوا براحتهم وبكل حياتهم عبارة عن لعب وبعد كده زي ما حضرتك قلتي الالتزام الكامل أو التدريب على الالتزام إزاي أأهلهم نفسيا لهذه المرحلة؟ شو فيها يا لساعة البيولوجية بتتزبط معنا مجرد أن احنا بنبتدي نعدل فيها بتثبط هنا في بعض الأباء والأمهات بيبتدوا قبل الدراسة بأسبوع يلا نام عشان فيه مدرسة يلا مش هينفع مش هينفع الطفل ينام لوحده لازم الأب والأم نفسهم بيبقى البيت كله مهيئ للنوم يعني ما نفعش أبقى أنا بكبر الطفل أنه ينام عشان هيستحى بدري وأنا تهرانة آه بالزبط كده فلازم يكون فيه تهيئة للعملية دي تهيئة للعملية دي بمعنى إيه؟ إن إحنا طب هنستحى بدري ما نقول شو بقى إن إحنا بننكد عليك عشان المدرسة ونصحيك عشان تتعود لأ دا إحنا هنقوم نعمل كذا دا إحنا هنروح النادي دا إحنا هنروح مشوار لطيف يكون بيحبوا الطفل شوية بشوية هو طالما سحي بدري ما نمشي طول اليوم شايف البيت مهيئ النور بيتطفي في وقت معين الأب والأم بيدخلوا قدة النوم بتاعيتهم الطفل بيبتدي عينام مرة هيقلق في أول يوم تاني يوم بعد كده الساعة البيولوجياة نفسها هتثبت معي طيب إيه أهم المهارات اللي المفروض أعلمها لولادي علشان هو قاعد في الفصل أو أثناء أي من النشاطات اللي هو بيعملها إنه هو يستفيد وإنه هو يبقى مركز أول حاجة مهارات الاتصال طبعا إزاي لما أسمع أكون بأسمع كويس اللي هو فن الإنصاط وإزاي لما أتكلم يكون فيه نوع من أنواع الشياكة والزوء في الكلام كلام حلو جدا بس يعني إيه إن أنا أعلمه مهارات الاتصال يعني إيه أعمل إيه يعني شوفي لازم أولا أداب الاستماع لازم أسمع اللي بيتكلم معي ولازم لما أسمع يكون أنا بحاول أن أنا أستوعب يعني الإنصاط إيه إن الاستماع بأسمع كل اللي جايلي من الطرف الآخر بستدعي كل اللي عندي في مخي ببتدي أحلل بفسر بستجيب دي مراحل الإنصاط ما عودش الطفل إن هو يبقى صوته عالي على طول ومش عايز يسمع أو بيحكم على الشخص من غير ما يسمع وكمان لما يجي يتكلم لازم أعلم الطفل أداب الحوار إزاي يتكلم مع الكبير إزاي يتكلم مع زميله إزاي لو عنده مشكلة يعرف يعرضها إزاي إن أنا كمان لازم يكون عندي أداب الاستماع في الحقيقة ساعات الأب والأم معان فعيل معان شغال مع عدم تركيز بيبقى ما عندهش استعداد يسمع الطفل فيبتدي يصادر على الحكاية بتاعته لما يجي يحكي أو يبتدي يستجوى بالطفل بحيث إن هو بيجبره على إن هو يحكي وده بيخلي الحوار مش لطيف ما بين الأباء والأمهات وما بين الأطفال كمان ما بيخلناش نعرف اللي بيدور في ذهن الطفل أو اللي حصل داخل المدرسة فهنا بنقول إدوا نفسكوا وقت يعني لازم الأب والأم يدوا نفسهم وقت ويكون ريلاكس وهو بيسمع الطفل وما يصدرش وما يبتديش يدي توجهات يسمع الطفل للنهاية بزكاء شديد وبحكمة عشان لما يبتدي بعد كده يتكلم يبقى مقنع للطفل بلاش صيغة العقاب على طول لأنه الخطأ اللي يستوجب عقاب نعين بس من الخطأ المقصود والمتكرر لكن مش أي عقاب مش أي خطأ على طول عقاب على طول عقاب لأنه الطفل هنا بيتعلم الكدب والخوف وحاجات كتير أول دخلينا نتكلم بقى في الموضوع ده بشكل مفصل يعني حضرك توعدين أن نتشرفين مرة تانية موضوع الخطأ والعقاب وإيه الخطأ فعلا إيه اللي يستوجب معها عقاب وإيه الأخطاء اللي لازم نعديها ونتعامل معها شكرا الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع في كلية الأداب جماعة بنها شرفتين أفتتين ولقاء قريب إن شاء الله وحضرتك طيبة